احنا بنقول ان الحملات الصليبية استغلت حالة الضعف اللي كانت فيها الدولة الاسلامية بس ده ما بيمنعش ان كثير من الحكام المسلمين حاولوا مواجهة هذه الحملات مين اشهر من واجهوا هذه الحملات اشهرهم تلاتة اولهم عماد الدين زنكي عماد الدين زنكي واحد من اشهر القادة والحكام المسلمين الذين واجهوا الحملات الصليبية طب عمل ايه؟ بنقول استطاع عماد الدين زنكي أن يسترد من الصالبيين إمارة الرهى عام 1144 ميلادي يعني هو وجههم واستطاع أن هو يسترد منهم واحدة من الإمارات الأربعة الأسسوها وهي إمارة الرهى عام 1144 ميلادي طيب استشهد عماد الدين زنكي وبعد مقتله تولى راية الجهاد ابنه نور الدين محمود يبقى الشخص الثاني هو نور الدين محمود نور الدين محمود هو الحاكم الثاني الذي استطاع مواجهة الصالبيين طيب عمل إيه؟ نور الدين محمود تصدى للحملة الصالبية الثانية عام 542 هجري الموافقة لعام 1147 ميلادي اللي جاءت للرد على استرداد والده عماد الدين زنكي لإمارة الرهى عام 1144 ميلادي يعني هما لما خسروا إمارة الرهى من عماد الدين زنكي قالوا لازم نيجي بحملة جديدة ونرجع اللي خسرنا ده فجم فتصدى ليهم بقى الأمير الجديد اللي هو نور الدين محمود نور الدين محمود أيضا استطاع توحيد البلاد الإسلامية وضم مصر إليه إزاي لما أرسل إلى مصر الجيش بقيادة أسد الدين شريكو وابن أخوه صلاح الدين الأيوبي نور الدين محمود كمان حرر الكثير من المدن الإسلامية لكنه توفى قبل أن يحقق حلمه بتحرير بيت المقدس ومدينة القدس من إيد الصليبيين علشان ييجي الحاكم الثالث اللي هيواجه الصليبيين ويحقق حلم نور الدين محمود وهو صلاح الدين الأيوبي صلاح الدين الأيوبي زي ما تعرفنا عليه هو مؤسس الدولة الأيوبية هو اللي تولى رايد الجيهات بعد وفاة نور الدين محمود وزي ما بنقول كده هو ورث منه الدولة فقام بإيه وحد البلاد الإسلامية مصر والشام والعراق تحت رايده هو أصبح هو الحاكم الفعلي لكل من مصر والشام والعراق وأعلن قيام الدولة الأيوبية تاني حاجة نشر الأمن والأمان في مصر والبلاد المجورة لها تالت حاجة أنشأ المساجد والمدارس لنشر تعليم الدين الإسلامي الحاجة اللي بعد كده أحيى المذهب السني واهتم بالعلم والعلماء وقربهم إليه شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن